أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بنئي لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آن يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أم طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهر قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما أرى فلما أرأى قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقمن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرق عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأوينه إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم إلا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتروني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماء أفتنا في سبع بقرات سماء يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتين قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفكيانه اجعلوا بضاعتهم في رحانهم لعلهم يعرفونها لعلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ومن ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف فآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا قالوا نفقد فواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق وفوق كل ذي علم عليم قالوا سوء يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم قالوا قالوا